هل يصح أن يؤذن للصلوات الفائتة وإذا صح ذلك هل يكون على مسمع من الجميع أم يكون لمن سيصلي صلاة الفائتة فقط يسن الأذان لقضاء الصلاة الفائتة وإذا كان المصلي منفردا أي وحده كان الأذان بحيث يسمعه هو حتى لا يحصل ارتباك لمن يسمعه إذا رفع صوته أما إذا كان هناك جماعة يقضون صلاة فالمؤذن يرفع صوته ليسمعهم والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفدر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس أي ارتفعت ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر والله أعلم